السلام عليكم اخواتي انتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة والسلامة يا رب. اليوم ان شاء الله نشوف مع بعديتنا واحد الغذيوة ديل السمك اخواتي او الحوت ديل الشرين. هنصبو ان شاء الله وحتى تبيلة مغربية رائعة. هنصبو معا ان شاء الله الشكشوكة ديل مطيشة اللي كتجي رائعة كمقبلة او مرافقة لطبق السمك. وغادي نشوف مع بعديتنا واحد الشلاضة ديل روز بالخضر مسلوقة اللي كتجي حتى هي رائعة ومشبعة ومغدية. لما نطور لكم البنات نخليكم مع الفيديو. ما تنسونيش البنات من اللايكات والتعاليق الممتاز اللي دائما عودتوني عليها. شكرا لكم بزافة البنات على الدعم ديركم متواصل ليا صديقات ديالي القدامات اللي معايا منذ بداية القناة. وحتى اجدادات مرحبا والف مرحبا. دار داركم البنات مرحبا والف مرحبا. نتمنى البنات انكم اه ما تنسوناش من اللايك. باش اه الفيديو يطلع ان شاء الله وتعمل فائدة علاش الله. فبلا نطور لكم اخواتي نخليكم مع الفيديو. كما دائما تنقول لكم ما تنسوا الزيارة تنضغروا. ستجدوا المكونات اللي اشتغلت بهم وغا تلقوا روبي التواصل الاجتماعي. هنا عدنا البنات السمكة ديال الشرن. اللي انا كنقطعوا هكا على شكل فيلي يعني لجوج لانا كما كشوفوا الحبات ديال الحوت ديال او للسمك ديال الشرن فهم شوية كبار. فبالنسبة للقليان غايجو شوية كما نقولوا غادي شربوا لنا الزيت. فمن الاحسان لبنات قطعهم هكا على شكل فيلي. النصف غادي يكون بدون آآ شوك. والنص التاني غادي بقى فيه السلسل كيما كتعرفو فالسمك ديال الشرن. فالشوك دياله كيكون غير في الجنب ديال السطر وفي السلسل يعني ما فيش الشوك بزيء. سافينا من بعد ما قطعنا آآ السمك ديالنك خدينا واحد الحب ديال آآ ليمونة حامضة. وكان عصروها كان نضيفولها هنا القصبر والمعدنوس. عندي هنا آآ غلبنا هنا يهي المعدنوس على القصبر. كنا نخذو هنا فوصوص ديالتوم كيما كتعرفو فالسمك بسفة عامة كيبغيو الثومة وكيبغيو الحامض وكيبغيو المعدنوس. وكيبغيو الحار. سافر كيما كتشوفو. ما بعد ما قشرنا هنا فوصوص ديالتوم فحنا نضيف القزبر و المعدنوس و الحامض نضيف التوابل التحمير البابريكا كامون راس مالح مالح اضيف ملح نخلط هذه التطبيلة والماغناض لنشرم السمك نخلط هذه التطبيلة نخلط هذه التطبيلة نخلط هذه التطبيلة نضع هذه التطبيلة ونضع الخضار نميز المتعد في الخضار نجد من قليل نضيف الخضار وهو تطبيلة الأسماك سمك او الاسماك بصفة عامة كتجية رائعة البنات خصوصا الاسماك المقلية سوف يتمكن من بعد ما كملت هنا شرملت الاسماك كامل فانا خليته جانبا خديت هنا واحد الاناء او طنجرة قدرت فيه هنا حبات الخيزو للجزار مربعات قدرت هنا كمشته اللوبيا او الفاصولية الخضراء والجلبة بتحليه نفرزهم وخزناهم في المجمد اضفنا الماء والملح ونضيفه الخضر يتسلقه قدرت هنا كميه الروز الغلاسي او الروز الطويل الاسفر فانا نقيته وغسلته بطبق حال نضيفه للماء شوية دي الملح ونضيفه ونضيفه حتى هو اتسلقه باش غادي نحضره الشلطة ان شاء الله او السلطة كما تشوفوا السمك دينا ها هو تشرب لنا درنا المقلع فيها الزيت ويعني حطيناها في النار بشتحمه وكنناخده هنا واحد صحن كندروه فيه الدقيق الابيض وكننبدو على الطريق البنات كناخده السمك كان مره فيها الزيت وفي نوص الوقت كنحطوه هنا في المقلع باش يتقل لنا كيجي رائع البنات ومتيشتروا لنا حتى زيوت وكيجي واحد لده من قلوشكو مره الناس اللي كيبغير اللي كيعرفوا يقليوا السمك ولا اللي عارفين السمك فما عارفيني علش كان هذا لأسخة لالبنات ضرع لنا كيف تتوفر عارفيني السمك من الدول العربية الشاخيقة ومقلينا الزيت نصير من الوصف المجربي نضيف المقلة يقطر لكم من الزيت نكمل البقية السمك نصوبوا مرافقة لها المقليات نقطع مكعبات نضيف المقلة و نضيف المقلة مرقد السمك اضيف الزيت عمل اضيف الزيت اضف الزيت اضيف الزيت اضيف الزيت ثوم ثم المعدنوس و الزيت و التوابل تحميره القرفان متواجده التحميره الكامون الفلفل الاسود الملح الفلفل حار الكمية حسب كل شخص نحن اضافة لمعرفة ملح ملح نحن نحن المخلص نحن نحن نضيف البطاطة يجب أن تكون لدينا البنات وجدت يجب أن يكون لدينا البنات من المضاق السمك، وفيها الحار والثومة، 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 والثوابين نضيف لدينا البنات في هذه الإناء يجب أن تكون قادرة وفي نفس الوقت تقديم الإناء يجب أن يكون رائع كمقبلة وهذه هي الشكشوكة الخضر من بعد ما تسلق نصفها من الماء نصفها في الإناء نخلقه المايونيز لأنني أخدمته في الفيديو قاصر سنجده في القناة فيديو قاصر سنجده في الفيديوهات القصيرة سنجده في القناة سنجده بطبيعة الحال رشة البزار ورشة الملحة لأن المايونيز في الملحة والخضر سلقناها بالملحة سنجده الكمية المايونيز الكافية ونخلطه شلادة فهي بوحدة البنات تجي وجبة متكاملة ممكن تقدمها كوجبة شلادة أو لالسلطة والخضر ورسلطة والروز هنا نضفت البنات القصبر والمعدنوس حتى وبحث الكمية وافية تقريبا حتى لسات المعالقة القصبر والمعدنوس هذه الشلادة أو لالسلطة سنقدمها هنا في أطباق فردية كما تشوفوا على هالطريقة البنات كما سبق لقيت لكم اللي وحدها أو لبوحدها راها كتكون وجبة متكاملة ومغضية ومشبعة في نفس الوقت ومتكاملة البنات صافي كما تشوفو من بعد ما صبيت هنا او لغرفت الشلادة دينا في الصحون الفردية فانا كان نحطو واحد الكمية دي المايونيز هنا لفوق ورشة دي القصبر والمعدنوس وطبيق الحال على الوجه دي الصحن وهذه هي الشلادة دينا كما سبق لقيت لكم فالواحدها كتجي وجبة متكاملة ما تنسونيش البنات من الضيكات الله يجازيكم بخير كيفما كتشفو البنات هادي هي الغذيوة دينا ما شاء الله كتجي رائعة هادي الشكشوكة دينا الشلادة ديالة الروز او لا الصلاطة ديال الروز والسامك دينا بطبط الحال من بعد ما قلناة بديك التتبيلة فهو كيجي رائع البنات واللي الدم نقولش لكم كما كتعرفو اشتران فهو ما كيكونش فيه الشوك فهو كيجي رائع البنات تقدموه احتل الوليدات فكتعرفو الوليدات كيبغيو السامك وكيتخوفوه من الشوك فهدا ما كيكونش فيه الشوك بزه نتمنى البنات من هاد الفيديو يعجبكم وينار رضا ديالكم وإلى عجبكم هالبنات ما تنسونيش من لايك وما تنسونيش زيارة صندقلوس غتلقوا المكونات اللي انا اشتغلت بيوم وروابط تواصل اجتماعي اللي بغا تتواصل معايا مرحبا والف مرحبا البنات وغتلقوا الوصفات مكتوبين ان شاء الله في الانستجرام وفي الفيس نتمنى البنات للفيديو يعجبكم وينار رضا ديالكم وما تنسونيش من لايك البنات وخليتكم الراحة اخواتي وفي امان الله وفيديو قادمين ان شاء الله في شيوم من شيوات واختكم امو حمزة وما تنسونيش من لايك اشتركوا في القناة